وبالعودة إلى أصيلة وبالعودة إلى ضمانات المصار الموفق لهذه التضاهر واحدة من هذه الضمانات الأساس طبعاً أن احتضنتها حاضرة الثقافة والفنون أصيلة الأصيلة الجميلة الكلمة الأولى في هذا الحفل الافتتاحي ستكون ولا ريب ترحيبية من أهل أصيلة بضيوف المهرجان ضيوف أصيلة يسعدني أن أستقبل على هذا الركح السيد توفيق لوزاري النائب الأول لرئيس المجلس البلدي لمدينة أصيلة طبعاً من خلال هذه الكلمة سيكون هناك ترحيب بكل ضيوف المهرجان أو في هذه التضاهر التقافية الجادة المتميزة أو فيها للدورة الثالثة ولقادم الدورات تفضل سيد لوزاري بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السيد أمين عام مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج السيد سعادة السفير دولة بولندا السيد باشا مدينة أصيلة المحترم السادة زملائي مستشار المجلس المحترمون فعاليات المجتمع المدني المحترمون نساء ورجال الإعلام المحترمون السادة ضيوف الملتقى الكرام أيها الجمهور الكريم تغمرني سعادة كبيرة وأنا أتشرف بحضور فعاليات الجلسة الستاحية للدورة الثالثة لمهرجان أوروبا الشرق للأفلام الوتائقية الذي ينظم بمدينتنا المذيافة أصيلة وأود في مستهل هذه الكلمة التي ألقيها بالنيابة عن الأستاذ محمد بن عسى رئيس المجلس الجماعي لمدينة أصيلة وباسم كافة زملائي المستشارين والمستشارات أن أعرب عن أصدق مشاعر الشكر والامتنان للجمعية المغربية للدراسات الإعلامية والأفلام الوتائقية ولإدارة المهرجان على دعوتهم الكريمة لإلقاه هذه الكلمة المفعمة بالحب والفخر ضمن فعاليات هذه التظاهر الفنية الرائعة والتي أضحت موعدا سنويا ومناسبة لكل الأصيليين والزوار الأوفياء للاستمتاع بمشاهدة أفلام وتائقية جديدة جيدة ومميزة وكذا لتبادل الرؤى والتجارب بين رواض هذا التخصص الفني وعشاقه من الجمهور حضرات السيدات والسادة أغتنم هذه المناسبة البهيجة للترحيب بكل ضيوف المهرجان من منتجين ومخرجين ومصورين وأعلاميين وأكاديميين وطلب وأطفال وأتمنى لهم كامل التوفيق والنجاح كما لا يفوتني أن أهنئ أعضاء الجمعية المنظمة وعلى رأسها الدكتور عبدالله أبو عود وإدارة المهرجان وعلى رأسها المهندس سهيب الوساني الذين صهروا على تنظيم هذه التظاهرة المميزة والناجحة بكل حيوية وإخلاص واستطاعوا رفقة زملائهم أن يجدوا لهذا المهرجان مكانا مرموقا بين المهرجانات الفنية والسينمائية حضرات السيدة والسادة إن تعدد فقارات مهرجان أوروبا الشرق للأفلام الوتائقية من عرض أفلام بالقاعات وفي الهواء الطلق وتنظين من ذوات فكرية وورشات لفائدة الأطفال والشباب لهو خير ذليل على تميز هذه التظاهرة الواعدة والتي تستشرف المستقبل بخطوات دقيقة وواعدة وحتى لا أطيل عليكم أجدد لكم خالص الشكر وامتناني لكل من ساهم وزار مدينة أصيلة في هذه المناسبة ولكل الضيوف الأعزاء أتمنى مقاما هنيئا ونجاحا متألقا مشهيدين بهذا المهرجان الرائع ولكم منا في الختام أطيب المتمنيات وأمتع الفرجة والسلام عليكم ورحمة الله شكرا